هو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري والذي أعده فيما يقرب من 25 عام فاستحق وعن جدارة أن يكون أحد أعلام الفكرة الإسلامي والتجديد والتنوير هو الإمام ابن حجر العسقلاني في مصر أرض المجددين يتمثل محور المشروع التجديدي لقاضي قضاء ابن حجر العسقلاني في قضية التوثيق حتى صار أميراً للحديث وفي قضية الاهتمام باللغة حيث كان شيخه الفيروزبادي صاحب القاموس وفي المشاركة الاجتماعية حيث كان قاضياً للقضاء وفي هذه الموسوعة التي تكتب بماء الذهب فتح الباري شرح صحيح البخاري حتى قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية رحم الله ابن حجر العسقلاني رحمة واسعة السلام عليكم فضلات الدكتور عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله أهلاً فضلاتكم فضلات الدكتور اليوم نتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث وهو ابن حجر العسقلاني أولاً ما هو مشروعه التجديدي؟ وبالتالي من الواضح أن الحديث الشريف كان هو محور هذا المشروع إنجاز ظن يعني أو تخمينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني كان نقطة فارقة وما زال علامة مضيئة في تاريخ الإسلام وليس في تاريخ مصر وحده ولذلك لقبوه العلماء بأمير المؤمنين في الحديث يعني أكبر واحد في الحديث وكان الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني وهو مولود بالقاهرة وهيئ الله له أن يتلقى العلومة على الأئمة الكبار تلقى اللغة على الفيروز أبادي الفيروز أبادي ده صاحب القموس تخيل بقى أنه لما واحد يروح يقرى اللغة على واحد بقامة ومكانة ومقام الفيروز أبادي الفيروز أبادي ده هو كان يعني هو اللغة خلاص هو ده حلقة من حلقات اللغة العربية بس كأن اللغة العربية تجسدت فيروز أبادي ده أستاذ ابن حجر لما في الحديث يقرأ الحديث وعلومه ويتبحر على الإمام العراقي الإمام العراقي الذي خرج الإحياء الإحياء ليس سهلا ولا أحاديثه سهلة وبالرغم من ذلك تعرض له الإمام العراقي فقد رجأ حديثه مثل هذه القامة الكبيرة في علم الحديث هي كان أستاذ ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني عندما كتب شيوخه كتب أن له 52 امرأة شيوخه شيوخه 52 امرأة 52 امرأة أنا لما تعلمنا العلم ولا واحدة علمتنا فالزمن كأنه تضهر في حكاية هاء المرأة وهو طبعا ابن حجر العسقلاني 852 ميت عن 79 سنة 852 هجري لما مات كلسة العثمانية ما جوش البلاد هيجو كمان 75 سنة 73 سنة فلسه لم تتحول الأمور في المجتمع الذكوري الذي نحى المرأة الحرام لك العثماني ما كانش لسه ظهر لسه الحرام لك مجاش ف52 امرأة يدرسوا لابن حجر وعشرات عشرات عشرات الرجال يدرسوا لابن حجر فإذن ده هو نتاج العلم في هذا العصر في قمته من ناحية ايه بقى جهب المشروع بتاعه من ناحية التوثيق والتوثيق على ثاني يوم من التوثيق ده 22 ألم 22 ألم في الرجال في المتون في الشروح والدراية في الجرح والتعديل في المصطلح وقلف في كل شيء ولكن كان التوثيق التوثيق ده بيشعرك بايه التوثيق ده يشعرك بأنك فاهم عارف الحكاية بدايتها فين ونهايتها فين التوثيق ده بيطبق اللي بنكرره تملي كثيرا من كلام أمين الخولي وهو يقول نقلا عن هؤلاء وفعل هؤلاء إذا أردت التجديد فاقتل التراثة درسا وتعمقا وإلا كان تبديدا المشروع بتاع ابن حجر بيهيئ لي ويديني مصادي أني أقتل التراثة توثيقا طيب كيف أوثق هذا التراث يعني العلماء دول كلهم ما هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما هو مدام فيه طبقة عالمة أوي كده من شيوخه يبقى ربنا من عليه بالركن الأول من أركان العلم وهو الشيخ الأستاذ القضية التانية ابن حجر كان أمينا للمكتبة المحمودية الفريدة الوحيدة اللي فيها 4500 من الكتب الموثقة مضبوط القضية التالتة أنه تعلم اللغة تعلما صحيحا واللغة والفكر وجهاني لعملات واحدة القضية الرابعة هو أن الله أتاه ذاكرة وأتاه فهم وأتاه زكاء فريد لغاية ما قالوا عنه من أذكياء العالم واخد بالك إزاي سريع البديهة هادئ النفس وصل في المراتب والمناصب إلى قاضي قضاء فإذا ابن حجر العسقلاني صاحب مشروع يقوم على أولا التوثيق وثانيا تيسير التراث وسالسا اللغة العربية حجة هذا العصر في الحديث يعني إنجاز التعبير ماذا قدم لعلم الحديث بالتحديث قدم كتبا كثيرة فقط المئة فقدم أبدع ما قدم فتح الباري شرح صحيح وخير طب وجعل له مقدمة ماتعة أسماها هدي الساري لمقدمة فتح الباري يعني أنت وانت ماشي ساري السرى دابي وقب الليل زي الإسراء يعني مشي بالليل فعايز ضوء حاجة تنور الطريق تنور الطريق ترشي لوحد على معلم الطريق فده الهدي بتاع الساري البطارية اللي معاك وانت ماشي راح فين لفتح الباري فتح الباري هو الشرح الكبير طبع مرات الذي تركه ابن حجر العسقلاني فأمتع الأمة لما جم قالوا للإمام الشوكاني في اليمن يعني أنت كلمك حلو كده وسهل وكويس وعملتنا كذا كتاب عملتنا فتح القدير في التفسير ونيل الأوطار في الفقه والحديث وكذا ما تعمل لنا شرح للبخاري فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولوانية ده حديث وزوج الأصل فيه بيقول أنه بعد الفتح مكة ما فيش هجرة صحيح أما أنت هتتنقل من مدينة لمدينة ما هدي بقى الديار إسلام ودي بقى الديار إسلام فما ينفعش أنك تهاجر بعد فتح مكة لكن جاهد نفسك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس اتعلم انوي نية صالحة اعبد ربنا ولكن جهاد وليه فلما عرض على الشوكاني أن يصنع كتابا لصحيح البخاري أجاب بالإجابة اللطيفة دي ألا أشرح ما تشرح ما هو فتح الباري محدش هيعرف يعمل الله زيه ولا يضيف إليه ولا يحزف منه ده كل كلمة في مكانها تؤدي معناها وتؤدي غرضها وهدفها فلا هجرة بعد الفتح يعني لا كتابة لصحيح البخاري بعد ما فتح الله على ابن حجر العسقلاني المصري بفتح الباري أستاذ انفضلتك نخرج إلى فاصل سريع أرغبكم خليكم معنا وسط مقابر الإمام الشافعي وآل البيت حيث تكتمع الأرواح الصالحة الطاهرة المباركة تجد مقام أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني وفي هذا البقيع المبارك تجد نفسك وكأنك بداخل رحلة تاريخية امتزج فيها ملامح التاريخ القديم والحضارة الحديثة والمشترك بينهما أنها سطرت في ذاكرة التاريخ بأياد المصرية مرحب بفضيلة العالم الجليل وست دكتورة علي الجمعة من جديد فالدكتور أيضاً ليه الإمام ابن حجر العسقلاني له كتاب مميز بالإضافة طبعاً إلى شرح الباري ولكن في مسألة الصحابة في تحديد أسماء الصحابة وهو الإصابة في تمييز الصحابة أكتر من 12 ألف صحابة تم ذكر أساميه يعني دلالة هذا المؤلف إيه وقيمة هذا المؤلف ابن حجر العسقلاني عندما ألف في الصحابة هو أراد أن يؤلف في السلسلة السندية التي وثقت القرآن وثقت السنة وبعد ذلك وثقت حتى الكتب والدفاتر التي ألفت في التاريخ الإسلامي أيضاً عن طريق السند أراد أن يتكلم عن الحلقة الأولى الحلقة الأولى هم أولئك الذين سمعوا من النبي هم الصحابة الكرام وقسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام قسم فيه والقسم الأول هو أولئك الصحابة الذين يعني ما فيش أي خلاف بينهم صحابة ورتب هذا على حروف المعجم يبقى أحمد هيجي أو إبراهيم هيجي قبل أحمد وأحمد هيجي قبل أسامة لأن الحاق قبل السين والباق قبل كده ورتبه على هذا المنوال وقسمه إلى أقسام أربعة وجعل القسم الرابع فيه يعني المشكوك فيهم هم ليهم صحبة ولا ما لهم في الصحبة ووضع في هذا الكتاب الرجال والنساء أيضاً وهو كتاب الحقيقة استفاد من كل من قبله ممن كتب في الصحابة استفاد من ابن مندى استفاد من ابن عبدالبر استفاد ابن عبدالبر له كتاب اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة استفاد من الزهبي في تجريد الصحابة جمع فأوة لكنه لم يكتفي بالكلام عن الحلقة الأولى بل بدأ وأخذ كتاباً سابقاً له المزي اسمه تهذيب الكمال هذب تهذيب الكمال بدل تهذيب الكمال ما كان ببحث فيه معقد بالطريقة التي وضعها المزي صاحب الكتاب هذبه فصار تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ابتدأ تكلم عن كل حلقة من حلقات السند ملف الكل راوي يعني دي الصحابة أفرادها لأنهم شرفوا بالتمتع وبالنظر إلى النبي وسماع الحديث مباشرة وبعد ذلك حلقة حلقة الصحابة كان عددهم 114 ألف لما نعمل 9000 10000 11000 صحابي وصحابية يعني الله أم البيت الصحابة فين ما نعرف همش ما نعرف أسماءهم كان العشرة دول هم اللي عرفنا طيب وكل واحد ليه ملف كم واحد فيه مروه 1700 من أكتر من 10,000 صحابة من 10,000 رأوا النبي عليه الصلاة والسلام عبو سبيله حتى بالتالي يعني 1700 من 10,000 يعني ما نجيش 17% من المعروفين 1.7 من 10 من العدد الكل طيب والألف وسبعمية دول رأوا كم حديث منهم حاجة بتاع 800 900 من الألف وسبعمية دول رأوا حديث واحد حديث واحد بس يعني الأغلبية رأوا حديث واحد كل واحد رأوا حديث كل واحد فيهم سمع نوع السلام بيقول كده فقال يعني حياته كلها عايشها من أول إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي لها حيثما كنت أتبع السياءة الحسنة تتمحو وخلق الناس بخلق حسن دا اللي هو عايش بي يعني هو دا أول عن آخر في واحد رأوا حديثين فقط في واحد رأوا ثلاثة في واحد إلى أنه يكون رأوا كثير جدا من الأحاديث اللي رأوا كثير جدا من الأحاديث دي خمستاشر صحابي فإذا هو بيعلمني حقائق وبعدين الناس اللي رأوا حديث واحد ده وفي إشكال أنه تقي لاحظ ما كنت وما فيش إشكال يعني خد بالك من جارك وخليك كويس مع الخلق ولما تغلط تعمل حاجة كويس تشتغل يعني عشر مجلدات كبيرة طبع في الهند وبعدين قال الله طبعه ده واسع كده عايزين كلمة ورد غطاه فقلف كتابا اختصر فيه اللي قل لي يعني الخلاصة إيه أنت دلوقتي جايب لي ملف والملف بقى فيه إيه أن فلان الفلان ده عشرة قالوا عليه حلو وتلاتة قالوا عليه وحش وسبب الوحاشة واحد اثنين تلاتة اربعة وثنين طب الحل إيه الحل أنك تتتبع مروياته وتشوف هي فيها خرافة وفيها تجاوز وفيها خروج ولا لا محمد ابراهيم ابن أبي يحيا يروي عنه الشافعي ويرفض أنه يروي عنه مالك الشافعي بيشايف أنه رجل حلو وكويس ومالك بيقول لا مش كويس وميجي البيهاقي ويتتبع كل رواياته وإله سليم وأنها نستني غيره ألها الله يبقى إذن الرجل ده ما هوش متهم ويبقى كلام الشافعي هو المقدم في هذا طب ما العلم الواسع ده والبحث الواسع ده في قضية التوثيق فقط ما تيجي تلخصه لي فلخصه في كتابه التقريب ألف ألف كتابا اسمه لسان الميزان الامام الزهبي ألف الميزان وده عمله لسان يشرح اللي عمله الزهبي علشان يجمع كل هذا الزهبي ده كان يقول لو أننا ويفت على تلة كده والرواه على تلة اللي هم عبر التاريخ دول أنادي كل واحد فيهم باسمه اسم أبوه اسم أمه يا أخوة ربي للدرجات آه قدامي كده وعرفهم واحد واحد عايش معاهم يعني هذا النوع من أنواع العلم وهذا النوع من أنواع التوثيق هو تهيئة هو الخطوة الأولى ما هو ما بيقفش عند كده فإذا أردت أن تجدد فعليك أن تقتل التراثة بحسن وبعدين جدد بقى هتجدد عن علم عن مفهومية عن واقع مش هتجدد عن هوا ولا عن ضلالة لما كان مشايخنا يرشدون إلى أن إحنا عايزين نعرف علم الحديث تمام يقولون إقرأ النخبة لأن النخبة فيها بالرغم أنها كتاب صغير في كل الدقائق اللي موجودة فيه الكتب الكبيرة تدريب الراوي للسيوطي بتاع الإمام السخاوي شرح الألفية كده كله موجود في نخبة الفكر بتاع ابن حجر لأنه هو متعلم ولأنه هو عارف يكتب إيه وعارف ليه فالمشروع بتاعه كان مشروع توثيقي وينقل التراث بهذه بهذا التوثيق وأيضا في اللغة بارك الله فيكم فالدكتور أهلا شكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا وموصول لحضراتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة